يوماً أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينترر ولا بد للقيض أن ينكسر لدي الشعب يوماً أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينترر ولا بد للقيض أن ينتصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مشاهدي الكرام وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة هذا المساء المتأمل في الداخل الإيراني سيكتشف هشاشة فإيران تعاني معارضة داخلية وخارجية سواء كانت المعارضة إسلامية أو لبرالية أو قومية الشعوب غير الفارسية ومطالبها بالتحرر والاستقلال كالعرب البلوش، الأتراك، الجيلاك، الأكراد وحدها مشكلة عويصة تأن منها دولة إيران وفيها معارضات مسلحة شرسة أمثال جند الله سابقاً جيش العدل، جيش النصر وغيرها من القوات المسلحة داخل هذه الأقليات أيضاً هناك إعلام داخلي وخارجي يتصيد كل شاردة واردة وفوق ذلك كله سياسة اقتصادية ستنتهي بالفشل فهل سنشهد انهيار إيران؟ هذا هو السؤال نطرحه على ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محمد أنجيم حياكم ودكتور وأرنى السلام حياكم الله بارك فيكم قبل أن نتحدث عن انهيار إيران من الداخل أو انهيار النظام الإيراني برمته لماذا نحن نفكر دائماً كيف تنهار إيران من الداخل ولا نتأمل في ما يفعله النظام الإيراني من تمدد وتوسع عبر دول العالم الإسلامي وغير الإسلامي نشر ثقافته ونشر هذه المعتقدات من أجل التمدد الفارسي نعم هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد لأن الحقيقة العالم السني يعاني عجز واضح في الاستراتيجيات وفي التخطيط وفي الدعوة أنت تعرف أنه من بعد أحداث سبتمبر التي وقعت قبل حوالي 13 عاماً الدعوة تقريباً أهل السنة جميعاً أوقفت الدول السنية جميعها الدعوة في الخارج وأصبحت الساحة متاحة لإيران وهذه سياسة أمريكية أي شيء خاصة للسنة تعتبر المراكز ووسائف وأي شيء دعوة تابعة لأهل السنة يدخل تحت الإرهاب علماً أن جميع المحاكم الإمريكية برت جميع المؤسسات الدعوية والخيرية الإسلامية بما فيها السعودية ولذلك ألف أخنا وزميلنا يعني أخ الصديق قد نسيت اسمه لعلي أذكر وعثنا الحلقة قال ألف كتاباً وموجود في العبي كان براء ضحايا بريئة يعني كل هذه الجمعيات الخيرية الإسلامية السنية برئت أمام المحاكم الإمريكية ولكن مع ذلك كثير من الدول الإسلامية إلى الآن لم تعتمد هذا والدعوة شبه متوقفة والإيرانيون يسيطرون على جميع المراكز الإسلامية التي أنشأتها دول سنية في أوروبا وفي غيرها المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعدد من البلدان الإسلامية طيب ألا يعتبر هذا وهم حينما نقول بأن الدكتور محمد السلومي لأننا ذكرت اسمه الدكتور محمد السلومي له كتاب يباع في العبي كان ضحايا بريئة أثبت فيها أن كل الدعاوة التي إقيمت أمام المحاكم الإمريكية ضد الجمعيات والمنظمات الإسلامية السنية في المملكة وغير المملكة كلها براءة ألا يعتبر هذا وهم حينما نقول بأن إيران ستنهار ليس وهمن هذا هذه حقيقة ولكن دائما الضعيف يقوى إذا لم يكن له عدو قوي الحقيقة ليس هذا وهمن يا أخي لماذا لأن إيران هناك مشاكل داخلية في إيران لا أعلم دولة في الإقليم تعاني المعاناة الداخلية التي تعانيها الشعوب الإيرانية ذلك أنه انفرد بالسلطة الفرس أو القومية الفارسية وحجموا وظلموا وسحقوا وبالغوا في ظلم القوميات الأخرى يعني بالغوا في ظلم الأكراد والأكراد حوالي عشرة ملايين بالغوا في ظلم الأذريين وهم عشرون مليونا وهم شيعة يعني أغلب الأذريين شيعة ترى يعني يمكن نصف الأذريين هو أكثر شيعة ويظلمونهم ظلما لا يعلمه إلا الله دولة إذربيجان سكانوا سبعة ملايين الأذريون الذين داخل إيران عشرين مليون من الأذريين هؤلاء مظلومون ومسحوقون العرب في عربستان حوالي ثمانية ملايين مظلومون ومسحوقون العرب أيضا نحن يا شيخ أنتم الآن تحدثون عن الأحواز المنسية عندنا حاشية الخليج المنسية أنا أتمنى أيضا أن يكون عندك حلقة وتستضيف من أبناء حاشية الخليج التي عاصمتها بندر عباس والينجو عرب الساحل الشرقي نهم عرب الساحل الشرقي هؤلاء يظلمونهم عرب أقحاح من قبائل عربية أصيلة هؤلاء يا شيخ منهم من هجر إلى البحرين وإلى دبي وإلى عدد من دول ومنهم والأكثر منهم لا يزال في بندر عباس والينجو الساحل الشرقي هؤلاء مظلومون مضطهدون وهؤلاء أيضا بالملايين يا شيخ نعم يا دكتور هؤلاء وقفنا معهم وحاولنا أن نعرض عنهم تقارير كثيرة لكن إلى يومنا هذا من أربعة أعوام لم يستجب أحد أن يكون ضيف لهذا البرنامج هل هو تخوف أم هذا؟ هم يخافون يا شيخ لأنهم إذا جاءوا يرجعون إيران يخافون من هذا ولكن لعلنا أن نجد أحدا منهم يخرج هنا ليشرح لنا الساحل الشرقي المظلوق نحن يا شيخ أنا أحب أن يقول للناس الذين يشاهدون نحن نرى لو أن إيران تعدل مع هذه القوميات نحن نريد إيران أن تبقى ولكن في ظل دولة عادلة تكفى الحقوق هذه القوميات جميعنا البلوش مظلومون يا شيخ أيضا يا شيخ التركمان والأكراد هؤلاء يا شيخ يظلمون ظلما عظيما هؤلاء يمثلون نسبة هؤلاء في الشعب الإيراني أكثر من 50% يعني حوالي 55% من الشعب الإيراني مسحوق من قوميات غير فارسية طيب دكتور اسمحنا نعرض تقرير يصف إيران من الداخل طبعا هذا التقرير الأول ولدينا تقرير إن شاء الله سيعرض في نهاية هذا اللقاء تابعوا معنا حبلة هي تلك البلاد بالمشاكل الداخلية نتيجة دكتاتورية النظام الإيراني الذي يقمع شعبه ويصادر حريات أبنائه فمن يعارب فمصيره الموت شنقا ومن يتطاول على قياداتها فمصيره السجن المؤبد في إيران التي تمتلك ثورة نفطية هائلة يعيش ما يقارب من 14 مليون تحت خط الفقر كما تجاوزت نسبة البطالة 25% من عدد سكانها نهيك عن الخلافات السياسية والتهميش لفئات كثيرة من مكونات الشعب الإيراني متعدد الأعراق والأجناس واقتصار المناصب القيادية على شخصيات لا تمثل كل فئات الشعب الإيراني المطالب بحقوقه والطموح إلى حياة كريمة بعيدا عن التغرب بحثا عن لقمة العيش والحصول على حياة مستقرة كباقي شعوب العالم التي تمتلك ثروات هائلة كإيران إلا أنها ثروات حرم منها الشعب الإيراني وسخرت لدعم منظمات إرهابية في دول عربية شدة فديمغرافية إيران مثلا تتكون من خليط من القوميات ومنها الفرس والطاجيك وهم الفرس الشرقيون والأكراد والأسيتون والبشتون والبلوش وعرب الأحواز وكل هذه القوميات تختلف في الفكر والديانة ويعاني معظمها من تهميش الفرس لدورهم كمكون من مكونات جغرافية الدولة الإيرانية السياسية من جهة أخرى ونظرا لارتفاع دائرة الفقر والبطالة في مدن إيرانية عديدة انتشرت الأمراض الاجتماعية كالدعارة المقننة والتي تحاول طهران تغليفها بلباس ديني شرعي حيث أصبحت تجارة الجنس واضحة داخل المدن الرئيسية وكونت هذه الظاهرة طبقة جديدة من الأثرياء فيما كشفت الأحداث التي جرت في مدينة نيسابور شمال شرق إيران وفي الأحواز وبلوشستان أن الفقر قد ضرب أطنابه لدرجة أن يتظاهر المواطنون بسبب ارتفاع أسعار الدجاج كما هو الحال في نيسابور ومن أجل مياه الشرب كما هو الحاصل في الأحواز وكشفت الاحتجاجات عن حالة من الصخط على الحكومة الإيرانية المتعاقبة إلا أن الأجهزة الأمنية الإيرانية والتي اتخذت إجراءات أمنية صارمة ومتشددة كان تقييمها لما يجري بأن الشارع الإيراني يغلي وأن ارتفاع الأسعار والفقر والبطالة بلغ درجات كبيرة وخطيرة ستؤدي إلى خلق تحولات عنيفة في إيران وأنها تخشى من ثورة قد يكون اسمها ثورة الدجاج وقررت تلك الأجهزة أن تستعين بالملالي الملالي لم يجد طريقاً لمناصرة الحكومة على حساب الشعب الإيراني سوى بإشهار سلاح الفتاوى الدينية التي أصبحت موضع تندر الشباب الإيراني حيث برزت التعليقات حينئذ واضحة على الجدران لتؤكد أن رجال الدين يشترون بهذه الافتراءات مناصبهم ومكاسبهم وحصصاً كبيرة من أموال الخمس تجعلهم في مأمن من ارتفاع الأسعار تهكماً بذلك على ما أفتى به مكارم الشيرازي وهو أحد المراجع الدينية في إيران بقوله أنه لا يفتي بتحريم الدجاج ولكنه ينصح الجميع بعدم أكله لأنه غير صحي وأنه قد بدأ بنفسه فلا يأكل الدجاج وقد طالبه جمهور المعلقين على فتواه بأن يتخلى رجال الدين عن الخمس لصالح الفقراء والمعوزين بدلاً من شراء العقارات والاستثمارات داخل إيران وخارجها إلا أن إيران وبدلاً من أن تعالج تلك المشاكل الاقتصادية وأسبابها السياسية لجأت للهروب البعيد وهي محاولة بائسة لتجاوز الاستحقاقات والأزمات الداخلية التي تعيشها إيران فبحسب العديد من استطلاعات الرأي أدركت إيران أنها على أبواب مرحلة فاصلة في تاريخها السياسي فإما أن ترشد الثورة وتقوم بعملية تقنين لها وضبط دور رجال الدين وتحالفاتهم مع الحرس الثوري والبازار والعوائل التقليدية أو الهروب إلى الأمام عبر أخذ المجتمع الإيراني كله إلى عملية صراع دائمة مع دول الجوار الإقليمي وعبر افتعال الأزمات مع دول الخليج والدول العربية وقد اختارت الطريق الثانية ولهذا لا تغفل استطلاعات الرأي بأن الهواجس والمخاوف الإيرانية تدفعها دائما لاختلاق المشاكل أو افتعال حجم الدور السياسي وتضخيم عوامل القوة العسكرية في حين يجمع كبار خبراء السياسة بأن معالم القوة لا تكون في مجال أحادي الجانب وإنما القوة الحقيقية بمقدار التأييد الاجتماعي وبمقدار الرضا عن الوضع التنموي والمعيشي والخدماتي في الدرجة الأولى وهذا هو الرهان الذي فشلت فيه دولة الملال الفارسية وستثبته الأيام أهلا وسلم بكم مشاهدي الكرام نعود وإياكم إلى ضيفنا في هذا اللقاء فضلت الدكتور محمد أنجيم محييكم الله مجيد وأهلا وسلم بك السلام بكم تعليقك على هذا التقرير دكتور هذا تقرير رائع وجميل جدا ولفت نظري هؤلاء الذين متاجرون بالدين هؤلاء المعممين هذا عندما يقول لنا لن أكل الدجاج لأنه مضر بالصحة يعني هذا لا يقبل هذا الكلام أحد الناس ناهيك عن عقلاء الناس يعني العوام من الناس كيف الدجاج مضر الدجاج نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى كيف يوظف الدين إلى هذه الدرجة من السخافة ولدرجة أن الشعب يتهكم عليه أيضا التقرير رائع لأنه يقول إيران تتقوى عسكريا لكن القوة الحقيقية لأي دولة في العالم هي قوة اقتصادية مع عسكرية في آن واحد وإلا فلتحدثوا في أن كان قوي عسكريا ومع ذلك ساقط وانهار واستطاع الأمريكان أن يزلزلوه من الداخل فالإيران نعم عندها قوة عسكرية ضاربة الحقيقة في المنطقة ولكن إيران اقتصاديا وداخليا دولة منهارة لهذا هذه القوى العسكرية لن يكون لها أثر إلا في الأمد القاصم لما نتحدث عن ناحية الاقتصادية هل هبوط أسعار النفط ستشكل ضربة قاصمة لإيران؟ نعم هي مؤثرة تأثير بالغ إذا كانت مؤثرة على الدول الخليجية وهي دول غنية وعندها استثمارات بالمليارات وتؤثر عليها فدولة في الإيران ليس لديها استثمارات مطلقا وإنما لديها فقط ميليشيات تدعمها في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا هذه ستؤثر على النظام الإيراني تأثيرا بالغا ولكن هذا التأثير سيكون على الشعب وليس على الميليشيا الخارجية لأن النظام سيستمر مهما كلفه الأمر يدعم الميليشيا الموجودة في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي أماكن كثيرة وماذا ينبغي أن تفعل الشعوب حتى لا تتأثر هذه الشعوب الداخلية المسكينة ليس أمامها إلا أن تخرج في مظاهرات سلمية لتبين للعالم هذا الظلم الذي يحصل في إيران نحن طبعا مع السلمية لأن السلمية التي ستأتي إن شاء الله للخير بالشعب الإيراني والعالم سيكتشف وأما بالنسبة للشعب الإيراني فإنه يعني أيضا يتكاتفون ويتعاونون من مختلف القوميات حتى يجبروا هذا النظام الظالم أن يكف عن التدخلات الخارجية وأن يحل المشاكل الداخلية يستطيع النظام الإيراني لو كان عندهم ذرة من الذكاء أن يقوموا بمشروع إصلاحي داخلي لجميع الشعوب الإيرانية ولا أحد إذا أعطوا العرب حقوقهم أعطوا التركمان حقوقهم أعطوا الأكراد الأذريين الطاجيك الذين هم الحقيقة فرس لكنهم فرس يختلفون عن الفرس الإيرانيين اعطوا جميع القوميات الإيرانية حقها واعطوهم الحرية وأيضا اللغة العربية ألا أنتم معممين وتتكلمون اللغة العربية اللغة العربية لغة القرآن فلماذا أنتم تحاربون اللغة العربية في عربستان وفي حاشية الخليج التي هي الساحل الشرقي من إيران المفترض أنكم تترسون اللغة العربية كما الآن حصل في تركيا أن الرئيس التركي أعاد دراسة اللغة التركية بالحروف العربية الآن هذه الدولة الصحيحة التي تسعى إلى البناء وأيضا تركيا الآن تحل المشكلات مع الأكراد الآن تركيا قائمة بمشروع تصالحي مع الأكراد يضرب به المثل يعني وأيضا وحتى مع القومية العربية يتعلمون اللغة العربية الآن ويأخذهم كامل حرية من درجة أنهم لا يريدون دولتهم سوريا التي يعني أخذ قليم سكندرون وضمن تركيا لتخيل يا شيخ أنها من العدالة الموجودة حاليا في تركيا منذ تولت الحكومة الحالية الحكم في تركيا تخيل أن العرب الذين في تركيا تريدون أن تكونوا سوريين أو في دولة عربية يقول أنا أريد أن أكون تركيا وفي تركيا يعني انظر بإمكان الإيرانيين أن يفعلوا ذلك يا أخي كونوا شيعة وسنة وقوميات ما تشعون ولكن لا تستخدم المذهب لظلم الآخرين وسفك دماء الآخرين بإسم المذهب وبإسم الدين نعم طيب موت خامنئي هو حديث العديد من السياسيين الإيرانيين وغير الإيرانيين يقولون بأن سيكون هناك تحولات وإنهيار لأمور كثيرة داخل النظام الإيراني عند موت خامنئي هل هذا سيشكل خلل في النظام الإيراني أم أن البديل جاهز كما ذكروا سابقا بأن بعد موت الخميني سيكون هناك خلل في النظام الإيراني وأتى خامنئي ولم يحصل أي خلل لا هو بالنسبة للنظام لن يأتي الخلل من موت خامنئي فالخميني كان أعظم من خامنئي قيادي خامنئي لا شيء مع الخميني ومع ذلك لما ما توفي الخميني حل له خامنئي بكل وهي ليست هذه التي ستؤثر على الإيرانيين أو على النظام الإيراني الذي يؤثر على النظام الإيراني هو التدهور في الوضع الاقتصادي والمعيشي وظلم الشعوب الإيرانية وضخ أموال على القدرات العسكرية لإيران وعلى الميليشيا الخارج الأراضي الإيرانية هذا الذي سيؤثر أما البديل جاهز وربما يكون أقوى من خامنئي البديل طيب ألا تتوقع أن يكون هناك صراع على البديل؟ لا لا البديل يا شيخ ما في صراع لأن عندهم يا شيخ وبحقائق نحن نريد أن نتكلم بالحقائق ولا ندغط عواطف المشاهدين الحقيقة يا شيخ في هيئة الخبراء مكونة من 93 معمم تقريبا هؤلاء سيختارون المرشد بكل سلاسة وبالتصويت يعني نحن يا شيخ يجب أيضا أن نعترف بأن هناك مؤسسات في إيران وأن هذا أيضا من سر بقاء النظام الإيراني أنه نظام مؤسسات يعني نظام مؤسسات لكنه نظام ظالم على بقية الشعوب ولكن الحقيقة يا شيخ أنه نظام مؤسسات يعني خمنئي يحصل له يتوفى أو يكون خمنئي في اللحظات الأخيرة أو في ينازع الموت فإنك ستجد أن هيئة الخبراء ستجتمع وتختار مرشدا وتقريبا قد أصبحوا متوافقين على المرشد من هو؟ هو قيل أنه آية الله موحد كرماني خطيب طهران لأن الذي يخطب في طهران دائم في الجمعة ويتكن اللغتين العربية والفارسية كما هو حال خمنئي للعلم خمنئي يجد اللغة العربية ويترجم بها من اللغة العربية إلى الفارسية ومن الفارسية إلى العربية وهذا على عكس الخميني الخميني لم يكن يجد دال الآن آية الله علي موحد كرماني أيضا يجيد اللغة العربية وتقريبا هو الذي سيكون مرشد لإيران هناك ناس يراهنون على رفسنجاني رفسنجاني أو بعض الإعلاميين العرب المخدوعين أنا عندي رفسنجاني أخطر من الآخرين لو وصل إلى أن يكون مرشد لإيران لماذا؟ لأن خمنئي يذهب إلى طريق السياسة الإيرانية الناعمة والسياسة الإيرانية النعمة أخطر من السياسة الإيرانية الخشنة رفسنجاني رجل يجيد اللغة العربية ومتحدث مفوه وتاجر كبير لو وصل إلى أن يكون مرشدا سوف يلعب على العالم من حوله بهذا الاعتدال المتصنع وهو ليس معتدلا طيب ماذا عن القوميات الفارسية؟ هناك من يقول بأن القوميات الغير فارسية داخل إيران هي القنبلة الموقوطة داخل إيران كيف يمكن دعمها؟ كيف يمكن حراكها بشكل أكبر؟ نجد بأن الحراك الموجود داخل الشعوب الغير فارسي عند تركومان الأكراد الآذريين بسيط جدا البلوش هناك حراك جيد عن طريق جيش العدل عن طريق جيش النصر البلوش هناك الأحواز حراك بسيط لا يعتبر حراك جيد كيف يمكن دعمها هذه القوميات حتى تنفجر إيران؟ فهذا صحيح نحن يا شيخ وان عاقبتم فعاقب ما عقولتم به ولان صبرتم له خير وللصابرين الآن ليس هما يزعزعون الأوضاع في العراق وفي السوريا وفي اليمن ويتدخلون؟ ما الذي يمنعنا نحن وإلا أن نتدخل؟ شف يا شيخ الدول ما في شيء في السياسة أنه يا أخي الله كدأ عطينا في القرآن ويا أخي أنا ذا الحين يعاقبني يتدخل في اليمن؟ في البحرين؟ الآن اليوم قتل جندي وجرح آخر في شقيقتنا مملكة البحرين العزيزة وهؤلاء يشتغلون أعلناً ما رأيك أنه في قناة الجزيرة قبل أسبوع بالضبط أو أقل من أسبوع خرج محل الإيراني الآن نسيت اسمه لكن بإمكاننا سيدخلون على اليوتيوب وجدنا في قناة الجزيرة في الواقع العربي قال يا أخي قال سندعم الثورات في اليمن والبحرين والسعودية والعراق وسوريا ولبنان وفي أي مكان وهذا شرف لنا يعني واحد يا شيخ لم تعود السياسة الإيرانية هي السياسة مقفية أصبحت سياسة علنية فإذا هم يا أخي حربونا علناً فأني أنا أدعو أولاً يعني بسبب الفطور الذي حصل بين بعض الدول الخليج بين تركيا اعيدوا العلاقات فيما بينكم وحيدوا الوضع المصري يعني كل دولة تتخذ ما تشاء فيما يتعلق بالشأن المصري لكن يجب أن نتحد ضد النظام الإيراني النظام الإيراني يا أخي نظام خطير متوسع ولهذا نحن مثل ما هو يدعم الميليشيا التابعة له في العراق وفي سوريا ليس فقط يدعم الميليشيا يا شيخ عبدالله هو قاسم سليماني اليوم باعتراف أمريكي صريح أن قاسم سليماني يقاتل وهو قائد قوات داخل سوريا نعم داخل سوريا وداخل العراق قاسم سليماني الذي هو قائد الباسيج هذا الرجل يقاتل داخل العراق وداخل سوريا اسمح ماذا قال خامنائي نقول كبير شوية محلل إيراني سياسي لا خامنائي قال إن الفكر الباسيجي يعني الباسيج معناه المتطوعين إن الفكر الباسيجي قد وصل إلى اليمن والعراق وسوريا ولبنان والبحرين وسيصل إلى أي مكان في العالم هذا رفسنجان هذا خامنائي قبل حوالي اسبوعين أو أقل يعني ما ماذا إذا كان المرشد العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقول هذا الكلام قبل قلت أخطأت أن يستدل بمحل هذا الكلام صدر من رفسنجاني شخصية عفوا من خامنائي شخصية إذا كان المرشد وهو الحاكم الفعلي في إيران لأن القوات المسلحة والقضاء وجميع الأجهزة الأمنية هي بيد المرشد إذا قال هذا الكلام فماذا ينتظر العرب والمسلمون كيف يكون الدعم لهذه القوميات نحن لا نتقن لغات مثل هذه القوميات البلوش الأكراد التركومان الأذريين هل نبدأ بتأسيس قاعدة ونعتمد عليها في العقود القادمة أما أولا شيخ هناك أكراد يتكلمون العربية في العراق وغير العراق نقصد داخل إيران الذين داخل إيران تتعاملون عن طريق الأكراد الذين يجيدون اللغة العربية أو الأكراد الذين يجيدون اللغة التركية أو مع الأكراد الذين يجيدون اللغة الأذرية بالإضافة إلى الكردية بإمكان هذه الدول أنها تتدخل مثل ما تتدخل إيران خلونا نتكلم بصراح ونحن ندعو ونطالب توطيد العلاقات وإعادة العلاقات مع تركيا من أجل أن تركيا هي لعب رئيسي وقوي في المنطقة والعالم الإسلامي السني إذا اتفقت المملكة العربية السعودية مع تركيا ودول الخليج مع تركيا فإننا نستطيع أن نكبح هذا الجموح وباكستان حكم قربها وباكستان أحسنت الباكستان دولة قوية وحليفة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج والحكومة الموجودة حاليا في الباكستان حكومة تربطها علاقات وطيدة بدول الخليج وبتركيا ومن هنا يجب أن نتدخل صراحة مع القوميات التي داخل إيران مثل ما يفعلونهم خمانا يقولي وصل الفكر الباسيجي إلى البحرين يعني انظر وإيران ترى جميع القنوات الإيرانية والمحسوبة على إيران ضد حكومة البحرين 24 ساعة طيب القوانات الدولية قد ترفض تدخل لكن إيران قد تكون هناك تهديدات وتحذيرات هم على ذلك من تحت الطاولة لا أولا أنا ما أقول علنا يتدخلوا يا أخي من تحت الطاولة أنا لا أقول لهم علنا ما أعلم تبقى إيران في اليمن تشتغل في اليمن منذ عشرين عاما سرا وأخيرا انكشف الوضع لإيران طيب أسمحي دكتورنا أخذ التقرير الثاني الذي أعده فريقا للمرنامج عن إيران من الداخل الفقر في إيران قصة تصيب الإنسان بالذهول هكذا قال أحد الخبراء الاقتصاديين فإيران في الخارج قوة عسكرية ودولة عسكرتاريا وباحثة عن دور وهيمنة سياسية ومجال حيوي لكن الحقائق لا يمكن أن تغطى بغربال فمعالم قوة أي دولة داخلية دائمة والدول الهشة تلجأ في العادة إلى فرض حالة من العزلة الداخلية على مجتمعها خوفا من الاختراق لكنها ربما تهدم المعبد من الداخل في إيران اليوم يشكل الفقراء بالمعايير الرسمية ستة عشر بالمئة من أصل خمسة وسبعين مليون هم عدد سكان إيران بينما تشير المعلومات إلى عدد الفقراء في إيران قياسا إلى نسب التضخم التي تجاوزت حدود الثلاثين بالمئة حيث يبلغ عددهم خمسة عشر مليون يشكلون خمسة عشر بالمئة من سكان المدن وثلاثة عشر بالمئة من سكان الأرياف وهناك ثلاثة إلى أربع مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر بنحو سبعين دولارا شهرية كل ذلك له أسبابه وانعكاساته على الحياة الاجتماعية والأسرية في إيران فأمام هذه الأزمات الاقتصادية المتتالية والتي تضرب استقرار المجتمع الإيراني تفيد الإحصاءات الرسمية لإدارة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية أن محافظة تهران هي أعلى محافظات إيران فيما يخص معدلات الطلاق إذ تبلغ نسبة حالات الطلاق إلى إجمال حالات الزواج فيها سبعة عشر بالمئة ثم تأتي محافظة قم في المرتبة الثانية على الرغم من انخفاض الكثافة السكانية فيها وذلك بنسبة اثنى عشر بالمئة ثم محافظة كردستان التي تبلغ نسبة الطلاق فيها ستة عشر بالمئة إلى إجمال حالات الزواج ويتضح وفقا للإحصاءات الرسمية الإيرانية أن ستمائة وخمسين ألف حالة زواج يقابلها ستون ألف حالة طلاق في العام الوحد ذلك هو حال الأسرة في إيران والتي يعدها علماء الاجتماع أول لبنة في بناء أي مجتمع الآن روح أنتوا إلى المحاكم في إيران في الجمهورية الإسلامية من تريد الرجل اللي يريد يتزوج مولانا صحيح ما يقدر يقولون الطلاق بيد المرأة ولكن يخلوه لخمسة وعشرين شرط هذه الشروط تعطي الحق للمرأة وكالة أن تطلق ماذا فكيف هي الحرية في التواصل والاتصال أقدمت السلطات الإيرانية على حجب مواقع التواصل الاجتماعي حيث أبدت قلقها من اتصال يحدث بين الشباب من جهة وبينهم والعالم الخارجي من جهة أخرى فقد أقر القضاء الإيراني بحظر تطبيقات فيبر وتانجو وواتس أب وغيرها في إجراء مضاف لسلسلة من الإجراءات والقيود السابقة على الإنترنت وهو ما زاد الطين بالله جاء منع هذه التطبيقات وفقا للرواية الرسمية لأن استخدامها تجاوز على الأخلاقيات الإسلامية ومناهضة لمؤسس الجمهورية الخميني ودعوة للانفتاح ورفض لسياسة التسلح يأتي ذلك المنع مبددا للوعود التي قطعها الرئيس الإيراني حسن روحاني بإتاحة المزيد من الحريات الإعلامية وبحسب الدراسات الرسمية واستطلاعات الرأي لوزارة الشباب فإن 67% من الشبان الذين تم استطلاعهم يستخدمون الإنترنت بينهم 19% يستخدمونه للدردشة 15% يستخدمونه لزيارة مواقع التسلية وفقط 10% منهم يستخدمون الإنترنت في البحوث العلمية وبحسب الاستطلاع ذاته فإن أكثر من 69% من الشباب الإيرانيين يستخدمون برمجيات للالتفاف على الرقابة إيران التي نراها في الإعلام الخارجي الإقليمي والدولي هي غير إيران التي يمكن مشاهدتها من الداخل وهي تلك البلاد التي يتساءل الموسوي عنها قائلا لا ندري عن أي منجزات يتكلم نظام ولاية الفقية وعن أي إيجابية يمكن أن تعطى لمؤيديه مبرراً الدفاع عنه لقد كان الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني مدركاً لخطورة المشهد الاجتماعي والاقتصادي نتيجة السياسات الإيرانية حين قال في تصريحه الذي أغضب كثيراً من الملالي إن الأوضاع الاقتصادية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن الجمهورية تحتاج إلى إصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة إذا أرادت البقاء على قيد الحياة يمكن القول ختاماً أن نظام الملالي له إنجازات حقاً ولعل أبرز تلك الإنجازات هي القمع والفقر والتخلف للشعوب والقوميات وخلق الفتن والقلاقل وتصدير الإرهاب لشعوب المنطقة العزلة الداخلية هل ستنجح التي تفرضها إيران؟ ستنجح على الشعوب غير الفارسية وعلى فرصة أيضاً من الداخل؟ طبعاً هذه السياسة فاشلة وهذه السياسة العاجز إذا رأيت أي حاكم يشدد على شعبه ويغلق مواقع التواصل الاجتماعي فعرف أنه عنده مشكلة داخلية وهذه فاشلة وغير مجدية لأن هؤلاء الشباب لديهم وسائل كثيرة لاختراق هذا التعتيم والوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي الملحوظة دكتور أن إيران تخشم الإعلام ليش؟ يخشم الإعلام لأنه عندهم مشكلة داخلية عويصة لأن السيطرة التي أخل للنظام الذي طبعاً يسيطر عليه رجال الدين هذا نظام قمعي وإذا سمع الناس الحريات في دول خليج المجاورة يعني دول خليج المجاورة فيها حرية هائلة يعني فيها حرية هائلة في دول خليج المجاورة في مواقع الإنترنت ومشاهدة الإعلام والرفاهية الموجودة في دول الخليج وهذه الدول مجاورة بالنسبة لإيران هذا الأمر في منتهى الخطورة طيب نشاهد هذه الصورة عرضها قسم الثقافة الاجتماعية في الحرص الثوري الإيراني هذه الصورة يا شيخ نشرها قسم الثقافة الاجتماعية في حرص الثوري كتب عليها الصحون اللاقطة يقصدون دشوش تمنع وصول الدعاء للسماء هذه لافتات منتشرة في شوالع الضحران هذا ضحك على الشعب الإيران وهذا أمر مضحك يعني هذا استغباء لهذا الشعب المسكين كيف الستلايت هذا والأطباق هذه تمنع وصول الدعاء إلى السماء هذه من الخرافة لأن هؤلاء الشيخ من كثرة ما يضحكون على الشعب اعتقدوا أن هذا الشعب قد دخل في غيبوبة بحيث أنهم يقولون له ما يشاءون بالعكس هذه اللواقط فيها مصالح كثيرة يخشوا على الشعب الإيراني من هذه الأطباق الفضائية نعم لأنهم سيسمعون برنامج مثل برنامج هذا لأن الشعب الإيراني ستوجه سيسمع اللغة بالفارسية في قنوات بالفارسية تبث الآن كما تعلمون في وصال الفارسية وغير ذلك هناك أيضا بي بي سي تبث بالفارسية وتأتي بتقارير من إيران لا شك وفي عرب في إيران العرب في إيران من 8 إلى 10 ملايين في شرق إيران شرق الخليج وفي عربستان أيضا الأكراد منهم من يفهم قليلا في اللغة العربية خاصة الذين يدرسون منهم في المدارس الشرعية وحتى المعنمين هناك قنوات كردية وقنوات آذرية هناك قنوات كردية وأذرية وبلوشية وهناك قنوات لجميع القوميات من الدول المجاوية البلوش يا دكتور بما أن نتحدث عن البلوش وعن القنوات الفضائية هناك تقصير واضح من الدول التي تسعى إلى انهيار إيران في إيجاد قنوات خاصة بالبلوش يعني عند الأكراد عندهم قنوات الأحواز عندهم الآن قنوات ويفهمون العربية ويشاهدون العربية لا ويسمعون اللغة العربية الأدريين عندهم قنوات لكن البلوش لا عندهم ولا قنوات فضائية ولا عندهم ولا برنامج بلوشي هذا شيخ التقصير من ناحية دولة باكستان الشقيقة لأن باكستان عندها إقليم بلوشستان إقليم فقير ومسكين وجميع الحكومات الباكستانية مع كامل الأسف والأسى لم تنتبه لهذا الإقليم العظيم إقليم بلوشستان ومن المعلومة يا شيخ أن البلوش عرب وهذه لأول مرة أصولهم عربية نعم يا شيخ البلوش جميعا أصولهم عربية البلوش يا شيخ أصلا البلوش من المدينة من المدينة المنورة عرب فالبلوش نحن مقصرون في حقهم وأول مقصر هي شقيقتنا الجمهورية الإسلامية الباكستانية لأن لديها إقليم كامل اسمه إقليم بلوشستان يعني هذا الإقليم فيه غاز وفيه بترول وخير كثير يجب على حكومة الجمهورية الإسلامية الباكستانية أن تنمي هذا الإقليم وأن تقوم بجعل قنوات تبث باللغة البلوشية ويجب على الدعاء الحقيقة والأثرياء من البلوش في الخليج في بلوش نعم في بلوش أثريات في شقيقتنا البحرين وفي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وفي قطر بلوش وفي السعودية البلوش اللي في السعودية أصلهم عرب أقحاح ولكن البلوش الذين متواجدين في البحرين هم من الذين جاءوا من إيران وهم عرب أيضا ووزراء حتى كانت معالي الأستاذة فاطمة البلوشي كانت وزيرة التنمية الاجتماعية في حكومة البحرين في الحكومة السابقة يعني هؤلاء البلوشي المتواجدون في الخليج والذين هم يتكنون العربية والبلوشية في آن واحد لماذا لا يعتنون بأبناء جلدتهم على الأقل بلاش من الناحية السياسية على الأقل من الناحية الدينية والتوعوية وخصوصا بأن البلوش مع هذا الاحتلال الطويل لم يتأثروا بالدين الصفاوي أبدا وليس هناك الشيعة في البلوش طيب دكتور رفسنجاني يخشى انهيار الدمهورية الإسلامية كما يقول الإيرانية هل هذا التحذير من أجل أن يمهد نفسه مسؤولية كبيرة داخل النظام الإيراني أم أنه الواقع يفرض عليها أن يتكلم مثل هذا التحذير الواقع يفرض على رجل مثل رفسنجاني رجل قوي ورجل دولة يعني نحن نختلف مع رفسنجاني كما سمعتني قبل قليل نعم ولكن رفسنجاني رجل دولة من الطراز الأول وأصلا هو تاجر وأبوه وجده تاجراني يعني من أسرة ثرية في إيران هذا الرجل قد أطلق تحذيرا لم ينتبه المسؤولون الإيرانيون فسيسقطون دولته ولكنهم يستطيعون أن يحلون الوضع في إيران بالعدالة الاجتماعية لجميع شعوب إيران وإعطاء حقوق لجميع الشعوب الإيرانية لعربهم وتركمانهم وأكرادهم وبلوشهم والأذري وأذرييهم وتركمانيهم كل ذي القوميات يعطوهم حق الحرية السياسية والدينية واللغوية وتلقى دولتكم قائمة ما الذي يمنعكم يعني هناك دول كثيرة في العالم فيها قوميات وديانات كثيرة وعائشة يعني باكستان مثلا الجمهورية الإسلامية الباكستانية ترى عبارة عن أربع قوميات الجمهورية الإسلامية ومع ذلك في استقرار كامل في الباكستان اللهم التفجيرات التي تحصلها بسبب الإرهاب وبسبب تدخل إيران وتدخل الهند وإلا الشعب الباكستاني هو عبارة عن إقليم البنجاب والبنجابيون قومية مستقلة وإقليم السند وأهل السند قومية مستقلة والبلوش قومية مستقلة ولكن ما أصبحوا يحبون الباكستان لهم ولاء للباكستان لأن الدولة تتعامل مع الشعب كوحدة واحدة يعني مثلا لو تلاحظنت الباكستانيين الباكستان يعني مخلصين ومحبين للباكستان حبا عظيما وهم قيادات عسكرية ولا يعرفون للباكستان علما أن بني جلدتهم في إيران في أفغانستان بعكس بعض البلوش يعني ليس راضيا بدولة باكستان لا هم ليسوا راضين بالظلم ليس الظلم وإنما الإهمال لإقليم بلوشستان الباكستان لا تظلم الشعب البلوشستاني الباكستان تتعاملوا كأي شعب باكستاني لكن الحقيقة حكومة الجمهورية الإسلامية الباكستانية هي لم تقم بتنمية عادلة لإقليم بلوشستان هذا الإقليم العظيم الذي يجب على الحكومة الباكستانية ويجب نحن على الخليجيين أصدقاء الباكستان أن يلفتوا نظر الجمهورية الإسلامية الباكستانية إلى تنمية إقليم بلوشستان لأن هذا الإقليم فيه غاز وفيه بترول وهذا الإقليم يضم البلوش والبلوش شجعان وأبطاء نعم طيب دكتور يعني هناك حركات مسلحة وجدت في العراق ووجدت في سوريا ومن ضمنها تنظيم داعش هناك من يقول بأن مثل هذه الحركات المسلحة هي من أجل ضرب إيران ما مدى الصحة ذلك وهناك من يقول بأنها تعتبر ميليشة إيرانية هو شفش جيخ لا بدأ أن نكون عادلين أولا هذه أنها أصلا لن تضرب إيران في شيء لأنك تعلم أن الخوارج على مدى التاريخ إنما يقتلون أهل السنة يسفكون دماء أهل السنة هذا تاريخية ولهذا يا شيخ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا أصدق من المصطفى لأنه لا ينطق عن الهواء صلى الله عليه وسلم إنما هو واحد نحا قال إنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثار لا يمكن أن يكون الخوارج خطر على إيران وهذا هو المشاهد حاليا في العراق وفي سوريا قد يحصل بينهم احتكاكهم ونظام السوري لكني أنا أيضا يا شيخ لسنا إلى درجة البلاها لنقول إنها إيران التي أنشأت هؤلاء هي لم تنشأ هؤلاء هؤلاء يا شيخ الإرادة الأمريكية لضرب الجهاد ضد النظام السوري والنظام العراقي هي الإرادة الأمريكية التي أنشأت هؤلاء وأغلبهم في داعش وهذا أمر يجب أن ينتبه لو المسؤولون في العراق إذا أرادوا عراق مستقر أغلب قادة داعش كانوا ضباط سابقين في الجيش العراقي نتيجة الظلم الذي حل بأهل السنة في العراق والتصفيات الطائفية والقتل وانتهاك الأعراء فأغلب القيادات التي تقول داعش ضباط سابقون ومؤهلون في الجيش العراقي والولايات المتحدة في البداية كان لها نظر أن هؤلاء يمكن أن يستخدموا لإفشال جهاد الشعب السوري لإسقاط النظام السوري لكن السحر انقلب على الساحر فيما بعد وأصبحت داعش خطرا عليهم جميعا طيب الحركات المسلحة الموجودة داخل إيران خصوصا في بلوشستان مثل جيش النصر مثل جيش العدل جن الله سابقا أيضا كتائم محيدين عن ناصر فيها الأحواز ليس لها فاعلية مثل فاعلية الميليشيات الإيرانية داخل الأراضي العربية أولا ليس عندي أن أعلم عن هذه الميليشية حتى أقيمها من ناحية العقيدة أو من ناحية التوجهات وهل هي مخترقة أم لا لكن في النهاية أنا أقول لماذا لم تنجح الحركات المسلحة بشكل عام في إيران لأن الحركات المسلحة التابعة لإيران في الدول العربية والإسلامية مدعومة بينما هذه الحركات ليست مدعومة هي اجتهادات أفراد وأشخاص وأنا أخشى عليها أيضا أن القاعدة وداعش تدخل معهم فتخرب أكثر مما تصلح لهذا يا شيخ أن السر النجاح الإيراني واضح هو أن إيران تتغنى هذه الميليشية يعني عصائب الحق أهل الحق في العراق ويتقاتل في العراق وفي سوريا هم عراقيون وإيرانيون بالمناسبة وبكستانيون وأفغان يعني الناس الآن يعتقدون أن أبو الفضل العباس وعصائب الحق أنهم عراقيون فقط لا هم يضمون يضمون عربا ويضمون بكستانيين وشيعة بكستانيين وشيعة أفغان وشيعة إيرانيون بل يا شيخ شيعة من جميع أنحاء العالم من أذربيجان أيضا من أذربيجان هذه الميليشية جميعا لها جامع ومؤيد واحد ودولة واحدة تقوم بدعمهم هي إيران أو الجمهورية الإسلامية الإيران طيب باختصار يا دكتور محمد نريد رسائل توجهها للساسة للمسؤولين من أجل زيادة شتات النظام الإيراني وحتى يعني تتم يعني يتم سقوط إيران ليس بشكل تدريجي وإنه بشكل متسارع هذا يا شيخ أول رسالة لهم عليهم أن يدركوا أولا أن إيران دولة تطمع في الخليج وإيران قد احتلت عربستان وحاشية الخليج وهي تحتل ثلاث جزر إماراتية وتحتل من قبل الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي تحتل من قبل صري وهنجام هنجام تاب على دبي وصري تاب على أبو ظبي من الستينيات ويحتلون جزيرة أم الغنم التابعة العمان فهؤلاء لديهم مطامة وهم يرون أن الخليج فارسي وليس عربية وأنه يجب على الدول التي على ساحل الخليج أن تكون خاضعة لإيران فإذا أنت تغد بعدوك قبل أن تعشش هذه رسالة للجميع يا روح ما بعدك روح وخاصة أن أصحاب الجلالة والسمو يجتمعون حاليا في الدوحة في ضيافة دولة قطر الشقيقة وفي دعوة لتكوين قوة عسكرية خليجية أيضا لا بس يا أخي مثل ما إيران تدخل كما قلت أنا قبل قليل تدخل ولا يشترط أنكم تتدخلون علىنا فإنه يأتي اليوم على النظام الإيراني إما أن ينهار من الداخل وإما أن يأتي إلى الدول العربية والإسلامية والخليجية ويقول تعالوا نتفق نتفق إذن أنت تنسحب من اليمن إذن أنت ما تدخل في شأن البحرين إذن أنت ما تدخل في الشأن العراقي تسحب ميليشياتك من سوريا تسحب ميليشياتك من لبنان وكل واحد في حال نحن لا نريد لك شيء ضرر ولا تريد نريد يعيدون أرض الأحواز ليش يعني نسية الأحواز لا الأحواز هذه لا بد من استقلالها يجب على جميع الدول العربية أن تسعى إلى أن الأحواز وحاشية الخليج المسمى بالساحل الشرقي هذه الجزء من وطننا العربي وهذه أراضي محتلة بحسب القانون الدولي دكتور أشكرك شكرا جزيلا أنا أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة ألقاكم إن شاء الله في مساء الخميس القادم أستوى ديكم الله إن الشعب يوما أراد الحياة ولا بد للحب أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجل ولا بد للقيد أن ينجسر إن الشعب يوما أراد الحياة ولا بد للقيد أن ينجسر ولا بد للقيد أن ينجسر